نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها وعضح المركز أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدمتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقاوماتها واستعادة طابعها تراتية مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين لتكون حقيقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بالحواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية